مبارح خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة أسوان استعرضت واحدة من الطالبات الملتحقة بمبادرة أجبال مصر الرقمية تجربتها في التوثيق والتوفيق بين الدراسة والبرنامج التدريبي المتخصص وإزاي المبادرة دي أثرت عليهم في المراحل الدراسية المختلفة المبادرة دي مبادرة كبيرة موجودة بقالها فترة بيتم الإعلان عن المبادرة أونلاين وكثير جدا من الشباب ابتدوا يتحركوا في مستويات مختلفة فيها عشان فيها برامج كمان متنوعة ومتعددة بتساعد الطلبة وبتساعد الخريجين كمان على أن هم يؤهلوا لسوق العمل مش بس في مصر بالمناسبة بره كمان عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية هذه المبادرة مبادرة أشبال مصر الرقمية معانا عبر زوم الطالبة فاطمة أحمد محمد بالصف الثاني الثاني بمدرسة أسوان صباح الخير عليك يا فاطمة صباح النور يا أهلا بيك في البداية كده فاطمة قولنا البرنامج الذي انت التحقت به أنا التحقت بأشبال مصر الرقمية لفل 2 تعرفنا فيه على خمس مجالات البيسيكس بتاعتهم الويب ديبلوبمنت والسايبر سيكوريتي والداتا آنميسيز والديجيطال أردس والأي آي والزكاء الاصطناعي لغير الفيزيكال سيشن نحن اللي كنا بناخدها كل شهر والسوفت سكيلز تعلمناها هناك ابتدأت على طول بليفل 2 ابتدأت بليفل 2 انا احنا انتحنا التقديم كان ان احنا نمتحن على واحد لليفلات التلاتة وانا تقبلت الحمد لله في ليفل 2 طيب أنا عارفة انه اغلب المحاضرات بتكون اونلاين وفيه بيبقى لقاء شهري تقريبا هو اللي بيحصل فيه الالتقاء بقى وبتتجمعه في نفس المكان طول الشهر بتعمله ايه فاطمة طول الشهر طول الشهر احنا عندنا الكورسز بتبقى مفتوحة احنا بندرسها لوحدنا وبعدين في كل اسبوع بيجينا جالسة اونلاين بتشرح لنا الحاجات اللي ما فيمنهاش وبنعمل فيها اكتيفيتز والجالسة التطبيقية بقى بنطبق عليها في الشهر على كل اللي احنا تعلمناها وبيبقى اكتر عمل جماعي وتيمورك والمهارات الاجتماعية اكتر عظيم انت سمات ازاي عن المبادرة يا فاطمة مين اللي عرفت بيه؟ واللهي وانا كنت يعني حافظة اعدادتي حابة طور نفسي فقلت ابتدي بمجال البرمجة كده فيعني اشتغلت في فيديوهات تيوب لوحدي كده تمام بس ما كانش بطريق منظم فكنت بقلب في مرة في السوشيال ميديا لقيت اعلانة عن المبادرة فاهلي شجعوني ان انا هقدم فيه والحمد لله اتقابلت طيب انتو كم بنت وكم ولد يا فاطمة في لفل تو في المبادرة في المكان الخاص بيكو في اسوان اسوان احنا تقريبا 25 12 بنت اغلبيتهم بنات اغلبيتهم بنات طيب احنا شايفين توجه يعني ان البنات تبقى موجودة وتقتحم بقى المجالات اللي هي البرمجة والحاجات دي كنا دايما متخيلين انها بتقع خاصة بالولاد اكتر بتحتاج مجهود اكتر بس واضح ان انت بتقولي هقول اغلبية للبنات انا كنت متخيلة كده برضو بس اتفاجأت بصراحة وفي اليوم اللي بتتقابله بيه فرع في الشهر ده في الاكتيفتيز وفي الشغل العملي مين اللي بيقدر يقدر يقدم شغل اكتر ومختلف اكتر بناتهم للولاد لا هو في الحقيقة بصراحة بيبقى يعني بناتهم ولاد فانا ما مقدرش احكم يعني عن الموضوع احنا دا احنا مع بعض مش فيش يعني حرب من البناتهم فاطمة احكي لنا بالضبط ايه اللي تم امبارح مع رئيس الوزراء اه امبارح الحمد لله انا قليل شرف ان امت دعوتي من استاذة هودا واستاذة اسماء اللي حضر اجتماع رئيس الوزراء السيد مستدبولي ورئيس الاتصالات استاذ عمر طلعط يعني احنا كان جينا ان احنا نمثل انا وكان بنت وولد كمان ان احنا نمثل نماذج للمبادرات اللي كانوا عاملينها براعم مصر الرقمية واشبال مصر الرقمية بنات مصر الرقمية وانا امثلت اشبال مصر الرقمية الحمد لله يعني كانوا وددين جدا وانا طالفين معانا وكانوا يبينين احنا ان هم مفخرين جدا بنا وكانوا عامليننا كويس خالص طيب المرونة اللي بتبقى موجودة في الموعيد ان انتو مش مرتبطين بمعاد معين او لكتشر او محاضرة معينة في معاد ثابت انتو على مدار الاسبوع بتدرسوا بالشكل المناسب لكم ومرة واحدة بس في الاسبوع اللي بيتم الالتقاء انلاين علشان تقدروا تحددوا او تعرفوا ايه اللي كان صعب عليكم ده مديكي يعني مرونة اكتر كده في التحصيل بالنسبة لموعيدك بالنسبة الوقتك في المذاكرة العادية انت طبعا طالبة في تانية سنوي فاعتقد ان ده مديكي مرونة اكتر تساعدك انك تحصلي من الجانبين والله انا شايفا ان ده احسن لان فعلا مديني الوقت ان انا اقدر اذاكر واقدر اخش على المبادر براحتي ده غير انهم بيعلمني الالتزام ان انا اقدر الوقت اللي انا عايزاه بس انا ملتزم ان انا نخلص الحاجات دي في الاسبوع وإلا هيتم استبعاده من المبادرة هو في الاول في اول سنة يعني ما كانش فيه مرونة قوي في ناحية ان احنا نختار موعد وموعد الجلسات الالاين بس في الالتزام الحمد لله ظبطوا الموضوع دي وانا اللي اخترت المواعيد بتاعت الجلسات الالاين والجلسات التطبيقات وده بيدول ان المبادرة بتسمع عراءة طلاب وبنتدور منها طيب فاطمة استفدتي من اللي تعلمتي في الشغل يعني بدأت تشتغلي لا في الحقيقة لسه احنا مشتغلناش طبعا لان ده يعني بيزيكس اساسيات بس هون بدون اساسيات بالمناسبة يا فاطمة بعض الاساسيات بتكون مطلوبة اخترت حاليا موعد ديفل في لفل 2 حتى الاساسيات اللي انتو تعلمتوها يا فاطمة بتكون مطلوبة في بعض الشركات النشأة يعني حتى وانلاين كمان ممكن ممكن فعلا بس دي بحسب معرفنا من خريج الدفعات السابق تخصص يعني احنا حاليا محتاجين نبقى الانسان عشان ينجح لازم يقوم تخصص جدا في مجاله في يعني طبع دي اساسيات بتفتح لك بس الطريق لكن انت لازم تكمل بقى في المجال وانت هتكمل ان شاء الله ان شاء الله هتكمل في الويب كل شكرا لك فاطمة احمد محمد الطالبة بالصف التاني التانوي بمدرسة اسوان شكرا لك